اقسم بالله وحشطوني جدا جدا ازايكم عاملين اي يا ربكم بخير النهاردة جاي لكم فيديو جديد ان شاء الله كده ينور اعجابكم يا رب مش هطلب منكم لايك ولا كومنت ولا هطلب منكم اي حاجة واق انتوا بزقكم كده لما حرقكم انا هحرقكم النهاردة المهم بقى نبتدي كده فيديو جديد طبعا انا غايبة بقى لي كم يوم انا عارفة اه فاول الفيديو كده وانا بعمل الفطور معيك وحب اشكر كل الناس اللي سألت علي اه ربنا ما يحرميش بينكم ابدا وربنا يخليكم لي اه صوتي مرهق شوية تعبينة شوية جميع مش اكتر الحمد لله على كل حال متشكرة لكل الناس اللي سألت علي متشكرة كل الرسالة اللي جات لي على الواتساب يعني انا حست ان انا غيبت سانة مش غيبت كم يوم مش غيبت يومين كده فربنا يخليكم لي يا رب وربنا يحب فيكم خلقوا ويستركوا وما تشوفوا اي حاجة وحشة يا ربي كده في حياتكو ودنيتكو كلها تكون بخير كده شافت عيلكو بقي والله غير بس ربنا يعني علم باللي جوية ربنا يخليكم لي يا رب ويجعلكو كده سند من بعد ربنا آآ الكومنتات والكلام بتاعكو والرسالة اللي بجيلي عايز اقول لكم ان هي بتخلينا او ما اقف على رجلي تاني ربنا ميحرميش بينكم ابدا ابدا انا تعبت شوية بس كده وقررت ان انا بعد عن القناة شوية لاني نفستي كانت تعبت آآ نفستي كانت تعبت من حال كتير بس انا انتو عارفين بحيبش اديكو طاقة صلبية ولا ايه آآ ادايقكم مشاكل ولا كده المهم بقى من ناحية المشاهدات انا طبعا كنت اليومين اللي عدوا قبل ما ما اقف شوية عن الشغل كنت بحاول ان انا عوض اعمل آآ فيديو بالنهار وارجع اعمل فيديو بالليل بعد كده وقفت ولكن اعملت حاجة بس اغلى كل شي اسمه ونصيب الحمد لله على كل حالة آآ انا عملت الفطار وبعد كده قلت اعمل بقى ايه كوباية اهولية كده محترمة علشان تزبط دماغي نخرج بقى ايه للصالة اللي انا بقى ايه لي كم يوم رشقة فيها ما بقومش منها انا اللي مكركبها ايه مش مبهدلة قوي بس مكان ما كنت قاعدة انا على طول قاعدة على الكنبة هنا وكمان كنت جايبة بطنية شوية شوية حس ان انا ساعينة شوية حس ان انا بالساعين عفين كر كده حران حران ساعين ساعين انا كنت جدا ما اناش فهم انا في ايه بالزبط الله اعلم الحمد لله بس هي النفسية يا جماعة لما بتتعب بتدمر كل شيء تحس كل حاجة تعبايكي بايد عنك كل حاجة مش حلوة في عينيكي كده يعني فانا قمت انا قلت الزبابة الدنيا لاني طبعا انا بنتي يعني ضغطت عليها ليومين اللي عدوا ربنا يخليها لي كنت هقولكو ايه طبعا في شوية حاجات كده حصلت كده معي في كونو انا والله مترددة احكي اديقكو ما حكيش فما علينا يلا الحمد لله على كل حال طبعا هعرف من خلال الكومنتات بتاعتكو بعد كده اه ابقى احكيلكو على حاجات معينة مثلا حصلت مش اللي بيحصل يعني في حياتي الشخصية لأ ممكن عن طريق العمل بس مش اكتر اه الواحد والله العزيم مش عارف يعني مش عارف يقول ايه يلا ربنا يهدي الناس الوحش هنقول ايه غير كده الناس المحبطة الناس اللي بتشوف الناس مش ها في حالها وبردك تحب النية تأذي فيها اه المهم اقررت ان انا ارتح يومين كده من القناة لاني كنت تعبينة اه ما عرفش نفسيتي هي اللي عملت فيها كده حسيت اني مفيش حاجة ما بشتكيش منها اليومين اللي عدوا من جسمي من كله ففي الاول في الاخر انا قلت النفس هي النفسية اللي بتعمل كده بس يلا الحمد لله ربنا يعيننا ويقوينا ونفضل وقفين على رجلنا كده لبيوتنا ولعيالنا يا رب وي ربنا يخلكم ايه الناس الحلوة الناس اللي وجودها كده في حياتي الكومنتات بتاعتها بس من خلال الكومنت بتاعتك كده بتسادي قلبي كده ربنا يا سايد قلبك شوفوا الناس كويسر واحد يدعي لها بكل خير من غير ما يشوفها كلمتين بتوعيك بس يعني بيخلي كده دعي لك دعوة حلوة والناس المؤذية انا فوضت ربنا فيكو يا رب اه فأنا عفرت كده اليومين اللي عدوا والله العظيم همي يبكي همي دحا قلت النفسي عفرت يومين يا بيت يا ففة وتنزلي فيديو بالنهار وفيديو بالليل عشان تعوضي المشاهدة اللي جايبه لك احباط ديت وبعد كده يا قلبومك قعدت يومين قدامه ولكني عملت حي بس قلت النفس هو نصيب هو نصيب والله يا جميع كل شيء نصيب احنا بس بنعافر كده وبنحاول ربنا بيقولك يا سعي عبدو انا سعى معيك فبنحاول الحمد لله على كل حال بنعمل محتوى محترم محتوى على قدنا عفوش فضايح مفوش ازا الحمد لله وربنا يعينا ويقوينا والله العظيم بصة انا عايزة اقول لكم القرش البسيطة اللي بيجي كل شهر من الكرة بس بحس اني في بركة لان الحمد لله مقدمة محتوى باحترام انا مش متضايقة من الكومنتات السلبية قدمة متضايقة ليه بقول لنفسي ليه طب بيشوفوا مني ايه ليه التهزيق ليه الاسلوب ده بس مش اكتر يعني انا بشيل حاجات كتير يا جماعة انتم بتشوفهاش يعني بقيت احسي الناس دي تسيبكوا بقى من القريبين اللي بيعودوا يعملوا الكومنتات عشان يحبطوكي دول اللي بنبقى عارفين الكومنتات بتاعتهم ببنلنا يعني اللي لسه عامل الكومنت من نص ساعة بقعرفو بخش طبعا واصحابي القناوات عارفين كده تخش على كومنت نفسه بتعرفي معمول من قدية من 3 سنين من نص ساعة من ساعة بتعرفي فما بالك بقى الكومنتات اللي اصلا يعني ملهاش علاقة بيك وتخش تيزي فيك عشان انت بيحتوى محترم فاحنا عايزين نوقع عيك احنا عايزين اليوتيوب يتميلي كده ويتلاغلغ من المحتويات اللي مش محترمة فاحنا بنحاول وربنا معينا واللي كاتبه ربنا هنشوفه وخلاص وكل شيء نصيب لنا نصيب هنكملناش نصيب خلاص انا بيتمشي بالمبدأ ده مع اليوتيوب لان اليوتيوب بجد بجد بقى حاجة مقرفة جدا لمن دول ومسلط الدوق على كنوات غريبة الشكل وحاجات طلعة يعني مش عارفة المهم يا جماعة انا عملت الفطر معيك وعملت القهوة بتاعتي ورتبت الصلاة كده مطرح ما كنت عادة فيها يومين انا كنت واخد عزلة كده مع نفسي يومين فيها فقلت ارتبها كده على الماشي كده لاني كان جوزي بقى هيرجع من الشغل وكده فانا قلت لأ اقومي مش هينفع الكلام ده ومحاول اقوي نفسي بنفسي انا وقعت في حاجات كتير وربنا وريني مواقف كتير بس خرجني منها على خير وخرجني منها اقوى من الاول فبعد اقول لنفسي انت شفت اللي اكتر من كده يعني انت شفت اللي اكتر من كده فايه قوتين يعني بحاول اقوي نفسي بنفسي يعني الحمد لله على كل حال الله يكون فعون صحابي القنوات اللي حياتهم فعلا واقفة على القنوات ديات ورزقهم منها رزق ايالهم منها الله يكون فعونهم فدول اللي نقول لها الله يكون فعونهم يعني ربنا يعينهم ويقويهم لكن الحمد لله يعني ده مش الحاجة الاساسية اللي الواحد عيش عليها يعني احمدك وشكرك يا رب انت عارفين انا بتكلم معاكم بكل صراحة لا بطلع عامل زي اللي بيقوله ده بتشحطوا بتعملوا لا انا بتكلم بصراحة يعني انا حبيت الشغلينة وحاب اكمل معاكم حاب اعمل حاجة نفسي كده مع نفسي مش اكتر هنا بقى انا قلت ايه بيت فوفا عندي كده ايه علبة بتاع دوات اللي هو البني اللي هو الشركات ده البني الجاهز فقلت اطلحها كده واعملها كده على السريع اعز اقول لكم ان انا بقيل يومين ما بعملش اكل في الشقة خالص وفاقي اللي بتطاف في المطبخ على طول وبتقول لكم بتحب وقفة المطبخ هنا انا كنت بعمل بتاع ديات تسبيكة كده للمكارونا قلت عملهم شوية مكارونا كده بيحبوا المكارونا اللي هي اللز بكتي اه فقلت كده هقوم اعملها لهم عملهم شوية اكل كده على قد قلت على قد ما قدر يعني انا كنش هادرقاف خالص اليمون اللي عدو انا النفسي بتبوز اعصابي خالص ما بيبقاش لا فيه اعصاب ولا فيه خالص يعني من الواحد شافه في حياته على قد ما باتحكه بهصدر بس لما باتعب شوية خلاص انا بحس انها مش قادر اقوم من مكاني لدرجة جوزي يقول انت في مرة يحصل لك حاجة وربنا يصدر اقول له ربنا يعدي على خير بس انا قلت اعمل شوية شبس دي يا دا حكو انا عايز اقول لكم لما اجمسك بتاعة الشبس ديت الشباسة دي انا انسى تركبها ازاي كالعادة كل مرة اقول لكم الكلمة دي وعد اتخانق معيها واخرج للعائلة اقول لهم ركبوا هالي واشوف تامير اقول له ركب لي الشباسة دي وافضل اتخارق معا لحد ما يصبطه لي ما عرفش لي من ستركبها يا جميع لاني طبعا لما بغسلها انا بفكها خالص فبرجع ان انا اركبها تاني انا بدوخ في تركبها انش عارفة ده غباء مني ولا يا بس هو احتمال غباء برضو يعني صدقوني احتمال غباء وعاشتوني جدا وعاشتوني كلامي وهزاري وضحكوا معيك والله انتو اللي بترجعولي بتسمتي تاني انتو بتشجعوني على الشغل في اليوتيوب الشغل في اليوتيوب بقى صنبق اموحبت يا جميع وانتو عارفيني الكلام ده بس انتو بتحاولوا تقوني مش اكتر يعني انا عارفة اني في ناس كتير منكم بتشوفوا الفيديوهات بتاعتي وترجع تقولي والله فانت خسارة في اليوتيوب خسارة مشاهدات اللي واقع دي بس نصيب كل شيء اسمه ونصيب وانا جبت اخري اصلا من الموضوع ده بس اللي بخلنا ارجع وكمل تاني انتو انا حباكو مش مش حبه ابيد عنوكو والله العظيم حلفه انا تحاسب عليه الناس اللي بعرفها من خلال الكومنتات اللي بحب ارد عليها بكل حبي كده بصوا بقى غسلت الشيبسي كده انه قلت اروأ عليهم شوية النهاردة على قد ما اقدر على قد صحيت يا جميع غسلت الشيبسي وروحت ايه انا غسلته مرتين والله مرة قبل ما ما قطعه ومرة بعد ما قطعته حطيت عليه خله ملح كده وقلت ايه هعمل شوية بشوية كده اهو لسه السلسة مكملة جنبي والكلام ده ما بياخدش وقت كده على طول والله حتى كان في دورة غسيل خفت ان انا روحة انشورها وايه الشيبسي يتحرق لاني ما بياخدش وقت خالص يعني اهو حطيت هنا شوية شيبسي كده محترمين جدع بيت ففت يا اعمار انتي يا بيت يبيت حلوة انت يا متقلقة يلي مشاهداتك وعاخو انا عاد اقول للعال ايه انا يوتيوبر فاشلة يا ولاد انا ملش حظ في الابتاع ده في اليوتيوب ده ونقعد نتحك بس مش مش فشلان ولله هو المحتوى صعب المحتوى دوله تبقى صعب اي جماعة المحتوى دوله تبقى صعب لا تاعملي شغل محترم زيه وتعملي عناوين فاك لتاعملي شغل مش محترم واقدمي عناوين عديتي Français ملخص اليوتيوب اليمن دول لا تاقدم المحتوى مش محترم وحطم اي كلمتين ومهم انتو كده كده بين ان المحتوى بتاعك مش محترم من الصورة بتاعة اليوتوب فهجيلك مشاهدة لما تبقي محتوى محترم بس بتعملي عنوان فيك وبيجيلك عليها شتائم الدنيا والاخر خلاص اليوتوب ماشي من المبدأ دوت يعني حوارات كتير احنا مش وغدين عليها يعني بصوا بقى كان عندي قلبة البني ديت والله العظيم يعني انا مش هارفة اقول لكم شافة لو قلتلكوا يا جماعة انت هتقولوا علي مجنونة ولا في زي بقى انا ده المفروض ان انت بتقولوا علي بنيه انا بجيبه لعيالي والله بدوقه معاهم انا ما بحيشش طعم البنيه انا بحيش بتعم سمك والله العظيم تقول لي الحالة النفسية وفقة ضربت مع بعضها عندك خلص والله العظيم ما بحيش بتعم بنيه انا بحيش بتعم السمك بس مبرداش اقول لي عيالي بقول لهم يا ولاد انتو شايفينه ويهم حابينه مفيش اللزاد اللي يعني مش ميالي اوي زي ممي بقى انا حمرته كده انا قيت المقطع ده تاني ولا ايه مالك يا وفقة دي الحالة النفسية يا جماعة بتعمل اكتر منك كده المقطع ده تعتيني معلش حقوق علي عايزي عايزة اشان نأكد بس ان انتو شفتو كويس ولا لا انا بقى ايه المراضي انا قلت هألف القلاكة هربائية كده من غير من غير ما حط ورق ولا من غير ما حط حاجة انا عايزة اقول لكم بس اشان ايه انا بقى احنا هقعد اجرب فيها في حاجات كده معينة كده للمونيك جايين بس يا كندا كندا بتكلم في نفسها بيت تجنيت من ساعة ما انا تايبت اليومين الجايين انا حاول اعمل فيها كده شوية حاجات عشان انا عايزة اتعود عليها انا عايزة اقول لكم لما ما حطيتش فيها حاجة حمرت الاكل بسرعة واحلى من الاول انا دي لحظتها المراضي وانا بعمل الباني كده انا بمشي كده الفرشة علي بيزدت من من الوش كده عشان بس يتقلي حلو الوش يا جماعة انا اكد عليكم تاني ندخل ايه اغلق الدرج المعالق مش عايدها تاني ما تقلهوش مش قادر عايد المونتاج من تاني والله فحقوقوا عليهم المقطع البسيط ده تعد من تاني ممي بقى حمرت كده الشيبسي خلاص وهنا مسكت المكرانة اللسباكتي وقلت اكسرها كده ان احنا ما بنحبهاش طويلة كده زي ما هي لأ وانا بتغز منها قويا انا مش عارفة ليه ما كنتش اصلا بحبها كل اللسباكتي ده تقولوا لي ليه اقولكم مش عارفة بيني وبينها طور ولاي مش عارفة ما معرفش يعني بحس انها في الاكل كده مش عدي كده فحبتها بس عشان هي لي مش اكتر يعني بيحبها جدا فطلعت كده كان عندي كيلو ما عملتش اصلا الشهر ده مكرونات كتير يعني فالمكرونات كانت متبقية عندي بعملها طلحها لي من دون بصو طلعت البني جميلة زي أنا كده كنت بقلبه هياخد حاجة بسيطة تاني وخلاص لو انه والله ما كانش مستاهل اصلا هو سبحانك يا رب اتحمر من فوقه من تحت ما كانش مستاهل لنا قلبه كمين وكنت مبسوطة قوي اني بصه في ثانية قلت لها ايوة كده ايوة كده يا شيخ خبا ما تقرفناش في عشيتنا بقى تعوضي بالساعة تقللنا والساعتين ايه ده فانا برضو عايز اجرب فيها ان شاء الله البططس كده الصوابع اشوفها برضو مش هتاخد وقت كده ولا لأ من غير ما حط لها مثلا ورق ولا حط لها حاجة اشوف كده لاني بركانتها ليوني اللي عد وكنت متنرفزة منها ايه انه عرضت صالحت عليها انا بقى حطيت بقية الكيس انا حطيته على مرتين يعني ولخصت وقمت الام الحنونة الصغرونة قمت لهم كده وعملت لهم اكلة كده على السريع بس ايزا ولو كل بني دوت يعني اللي انفعني الحمد لله عشان كان جاهز يعني والعال بقى بتحب اللي يعني بتحب الحركات دي اتقوي يعني المهم بقى هنا حطيت حل على النار كده فيها شوية مية يغلو حطيت شوية زيت حطيت شوية ملح وبعد كده ايه نزلت بالمكرون كنت كسرتها كده ده غدختها على ثلاث مراحل يعني ممنحبهاش طويلة او يعني المهم جبت مصفة كده هنا وقلت اللهم صلى على النبي بسم الله كده وروح تسميت الله وقلت يلا صفي كده ايه المكرونة اهو نزلنا عليها كده شوية مية برضه عشان ننزل الصهد ده بس كده رش رش تزيد بقى عشان تقدر كده ايه الفرولة كده معاكم ما تعجنش يعني شوية الزيت دول بيخليها ما تعجنش هسيبها لما تتصف خالص وهنا جبت الصلصة بتاعتش القمر بصو كانت تقلت بقى وبقى الجميلة نزلتها كله يعني الطماطم ليمندو الغالية ومش حمرة يعني بصو الطماطم مش حمرة برضه ده القمرة اللي محمرة شوية لكن هي اه مكانتش حمرة هي غير التصوير مش كده اه المهم بقى كان فيديو بسيط كده يا ربي اجيبكم ان شاء الله ومستطيع كومنتات بتاعتكم جميلة رد عليها وبشكركم كده انا على كلامكم الحلوة على اسألكم عليها في كزا حد بعيتلي كزا مشكلة عايزنا ان انا اتكلم فيها فربنا سهل بس اكون كده متهيئة شوية ونتكلم كده اثناء اي روتين عن مواضيع كتير كده جاتلي فنتكلم كده فيديو فيديو انا حافظت الحاجة دي كلها عندي ان شاء الله وهنتكلم فيها من الوقت الالتاني يعني ده كان فيديو كده النهاردة يا ربي يكون اعجبكم ويكون فيديو خفيف كده على لك وده كان غداينا النهاردة كده البسيط واقول لكم عالف سلامة واستنظروا ان شاء الله فيديو جديد مع السلامة